هنروح لمنتخب اليد منتخب اليد فيه توقف دولي اذا ما حضركم معارفين تحدي دولي عمل حاجة او عمل قصة كده انه بيعمل توقفات كل شوية عشان اللعيبة تشارك مع منتخباتها استعدادة لبطولات القرية لعنبطولات القرية جاية عشان بطولة العالم السنة اللي بعدية فمنتخب ويفر الكوتش الاسباني طبعا ريبرتو جارسيا رجع من ألمانيا لانه مسك فرق ألمانيا مسك المنتخب لعبنا مباراة مع منتخب مجدونيا لعبنا مبارايتين مع منتخب مجدونيا على فكرة وطبعا المنتخب مجدونيا بيدربوا او المدير الفن بتاع الاستورة كريلا زاروف فوزنا في المباراة اللي فاتت الاخيرة 216 ومنتخب ولعبناهم اول مبارح كمان فوزنا عليهم 3225 المباراة الكويسين مجدونيا فرقة كبيرة على فكرة ومصر دلوقتي الرانك بتاعها الرابع طبعا ده من ضمن الخطة اللي موضوعا نحن يعني اللي بطولة أمم أفريقيا اللي جاية في 13 حد 24 يناير 22 المنتخب لسه هيشارك كمان في بطولة في قطر من 26 لحد 11 ديسمبر الشهر اللي جاي هيشارك فيها اليابان وقطر بعد كده يرجع على مصر يلعبوا ديتين مع البحرين على فكرة الجدول ده شبيه اللي حصل قبل بطولة العالم يعني احنا لعبنا البحرين اليابان ممكن قطر ما لعبناهاش بس هنا هنلعبها شبه الفرقة اللي احنا لعبناها بطولة العالم لكاتفة مصر وبعدين هنطلع على فرنسا عشان نلعب معي بقى نلعب في بطولة الدوري الذهبي بياخدوا أول أربعة رانكينج على العالم يعملوا دوري ما بينهم مين هيلعب هيلعب فرنسا ديلمارك النرويك بطولة هتبقى ضرب بنار الرانكينج الأربعة احنا يمكن لأول مرة صحهولي يا جماعة لأول مرة نلعب بطولة دي هيقلي لان احنا موصلنا اه بس هي هي عشان نلعب الدنمارك والنرويج وفرنسا والكاسبان يلعب بعضه يعني هي بطولة والكاسبان يلعب بعضه عالفين يعني احنا نلعب النرويج والنرويج هتلعب فرنسا احنا نلعب الدنمارك وفرنسا هتلعب النرويج واللي يكسب يلعب بعض الفين يعني اصدق لكم انها بطولة حلوة وبطولة اقوى من انتخبات العالم يعني دول الرانك اللي اربعة انا ما اتذكر دنمارك رقم واحد فرنسا التاني النرويجي التالت احنا الرابع فطبعا البطولة دي يعني انا اول انا انا في حياتي الرياضية ما سمعتش نحن احنا لابناه احنا قلنا لعب العظماء التمانية بس الحقيقة اللي هي الدوري الزهبي ده بتاع المربع الزهبي انا ما شفتش منطقة مصر بلعب حاجة حاجة تشرف في كورة الرياضي دي يا جماعة بصراحة يعني حاجة تشرف نتمنى لهم كل التوفيق في البطولات دي واكيد نتمنى كمان التوفيق وبطولة افراقيا لان طبق ابطولة افراقيا مهمة وبطولة افراقيا مهمة وبطولة افراقيا فيه التاريخ او فيه السيفهات